اشتركوا في القناة ال Thanos اتنين مليون اه يا اخي ماكبغاش تدرس مثلي الباب شكري straps كل واحد شوية حطوه مع الراباسة ريك Shu ياتا اخر حاجة بالعمل كله تمام مافيش فايدا في… ايه 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 امشوا حراميه! تعال احراميه! شوف 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 شوف! همشي! همشي! لهم حي ويجننو! شكلوه جميل! والله زبان يا سلاحي! باقولك ايه خف! هي بقى نصيبة مليون وشالتهم! المليون دور حيتقسم على خمسة! نعم يا خويا! يتقسم على خمسة! ليه بقى! ايه الميزة! طبعا! ده انا الوريس الشارع! لا بقى احنا هنقسم زي القسيمة بتقول مش كده اه عمي اللطفي بيه الله يرحمه قال كده ووصيته نفذة بالقانون ماشي نفذة بالقانون القانون بيقول ان عمي مقدرش يوصي باكتر من التل وبناء عليه كلكم تاخدوا تلت مليون وانا الوحدي اخد تلتين مليون لا بقى الكلام ده كان زمان لما جاد مليحة مش موجود اعتبروا ان مديحة مش موجودة ازاي بقى؟ حقتلهلكم ايه ده؟ تجننت يا لا كده يا منضوح؟ ده جزائي؟ ايه وده؟ هتفضل طول عملك تربش كده؟ هوحنا لنا بارك اللهية يا سمعيالة الفلوس دي حتتقسب حسب مانا بقول يا سلام حسب ما انت بتقول طب الفلوس ايه؟ والراجل فيكو يعربني راجل؟ طب تعالى بقى يا سمعيالة ايه يا جدا انت ده وانت انا عندكش رحمة؟ ده الراجل اللي حلتي خليك جنبي يا جملات تتجوزني؟ اجوزكو عمري لله ياسقط عيلة النقلي الوده صح المرحوم مش من حق ويوسي إلا بالتلت بس صح ممضوح عنده حق انتي مفاوم؟ ده ايه بها ظلم وفترة لما تلت مليون تقسم على خمسة احنا ناخد ايه؟ ده ضعبك نشتريب بيهم نشوق بس يا عد انت وهو اللي انا بقوله هو اللي يمشي ممضوح صح ممضوح لازم ياخد التلتين اه ينصرك يا بنت عمي حتجوزك تتجوزني؟ حتجوزك انتي اه خلاص يبقى ممضوح لوحد وياخد تلتين مليون تلت الباقي حيتقسم على الكل اه اه ولو اني يعني انجتي لحق لايال الحرمية دول انا مش عايزهم ياخدوا على مالين انما يالله انت حاضد نايا راجمن نقرنا ليه يا يا صاحب حميد انت مش خالد تلوسك يا اخي اه بس مش كفاية الناس اللي انتو نصبتو عليهم فعلا خدوا فلسهم لكن نسيتو بقى يا حبيبي حق الحكومة فين؟ ايه ده؟ وانت ناو تسلمنا للبوليس؟ اكيد طبعا بس ان شاء الله انا بقى حشلوكوا فلوسكوا اول ما هتخرجوا هتلاقوهم عندي اذا كان دير ديك يا صاحب حميد انا موافق بس امانة شغلينا فلوسنا في السوق واحنا في السجن نخرج نلاقيهم بركة يا عم انت حتقروا من دلوقتي ادوني فلوس الاول وبعدين قراروا زي ما انتو عايزين يلا يلا عد يا مامدوح عد معايا يا بنت عم ادي اتنين تلات بقولك ايه عد انت حقي وخليه على جامع بالماج عن اذلك يا جملاء انت ماتمدش بس انت ماتمدش ايوة ايوة اعدوا بزم انا على الاموم ماء منكم بس دا ما امنعش ان انا هعدوا وراكم ساعديني هاخد نايبي واجيلك يا جوزي استنان هيدا هو مش احمد افندي مات يبقى الاسم على الاربع المفروض الوصية مفهاش ورصة احمد افندي انما نقول ايه جماعة تلت المليون على خمسة كان لا دي حزال هورقة وقلم بقى بصراح انا بقى معاك الكريتر الكع كريتر ده ده ايه ده ايه التكتكه اللي بتكتكه دي ده بقى حاصل الاسم طب وايه ستاتي دي دي مالا نهاية مالا نهاية يعني ايه مفيش حاجة اسمها مالا نهاية كل حاجة في الدنيا لها نهاية وبداية دي بايزة دي حبقى فهمك بعدين يا جمالات المهم يعني النصيب كل واحد فيكو دلوقتي ستة وستين الف وستمية ستة وستين دي نمر التليفون دي لأ انا عايزة نايبي يكون متجمد قولو فات كده هوت بالاستيك كلها على بعدها عشان انا مش واسقة في البتاع دي دي بايزة مزبوط يا جمالات لا مش مزبوط بس يا جماعة انا عندي حل كويس نفر الفلوس دي كلها ورقة ورقة على خمس تكوام اصدك على خمس اعوام تعالت بايزة إذا ورص يومك ورقة وايش اهял دول كتير قوي مين اللي جابه ما كنتش مصدق ما كنتش مصدق انى ده يحصل اخير telefon هياة اخيرا، مشكلة انها تتحلى كل مشاكلك انت ومشاكلك انت كمانا فوقيا باشت مسطفى ولا لا خلي Fehler Campus الفلوس هيا فوقيا الفلوس جادتها فوقيا الفلوس جادت اابكنى عمره كدة كفاية تقنيب بقى وبعدين انا ما عملتش حاجة غلط ياه كل ده ما عملتش حاجة يا نبيل بالحقي احس المستوية بالسرقة يا ابني انا ما سرقتش يا مواما انا ما سرقتش يا فوقية دي فلوس ابويا هي هي هتبقى سرقة لو انا اخدت فلوس حد غريب يا ريت كان يبقى ارحم لو سرقت حد غريب كنا اتبرينا منك وما طلبناش منك حاجة لما دلوقتي احنا لينا عندك حقوق عايزين ايه؟ عايزين التاكس خدوه انا مش عايزه خدوا التاكس انا هبيعه وخدوا فلوسه ايوه ما انت بتقولي الكلام ده دلوقتي علشان شفت الفلوس دي لا ابدا انا مواما صدقيني ده انا حتى كنت جاي اقولكوا على موضوع التاكس ده قبل موضوع الفلوس خالص كده؟ طب خلاص يا نبيل احنا لسه فيها اعتبر الفلوس دي ما جاتش وروح بيع التاكسي وهد فلوسه بس الفلوس جاتها فوقاية ايوه نبيل بس الفلوس دي حابني بيها البيت اللي في البلد هحقق للمرحوم امنيته ومالة ومالة ماما نبني البيت انا ما عجنيش اي مانة شوفوا البيت ده حيتكلف كام وانا مستعدة سهم بجزء كبير اول من نصيبي فعلا برابقه انسان شهم قصدك يا فوقاية قصد انت عارفه كويس قوي يا نبيل عرفت نفسك؟ شفت نفسك على حقيقتها يا نبيل مفيش فايدة اناني وطماعة مفيش فرق بينك وبين عيلة النقل انا مش زي حدا فوقي انا بس بفكر بشكل عملي قصدك بشكل استغلالي 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 انا كده انت كده على نفسك يو بقى ماما ولد ما تعليش صوتك علي ولما تكلمني تكلمني بمنتهى الادب كفاية بقى كفاية ما تحزنيش اكتر من انا حزنانة حزنانة على ظن اللي خفيك في ابني اللي كان ممكن في يوم من الايام قتسند عليه خلاص بقى ماما الكلام ده ملوش لازمة وزا كان عالبيت نبنيه نبني البيت انا ما عنديش مانح يعني يشوفوا البيت هيتكلف كام يا ماما وبعدين انا لما خدت الفلوس ديت البيت ما كانش له اي لازمة كان له لازمة عند ابوك خلاص بقى ماما اللي حصل حصل خلينا في المهم الفلوس دي هتتقسم علينا ازاي مفيش حاجة هتتقسم يا نبيل يعني ايه فوقية يعني زي ما بقولك كده الفلوس كلها هتفضل مع ماما هناخد منها ولا مليم يا نبيل وزاي ما قلتلك قبل كده ارادة تاكسي تجيبه كل يوم لماما لو عازت هي تديك حاجة بعد كده يبقى بمزاجها حاضر انت انت الفلوس انت اللي تعمل العجايب دي كلها انت اللي بتفتحك كل الببان المقفولة انت انت اللي جاي عليك يوم عملتيني مسخة وبكتيني وانت اللي جاي دلوقتي انت اللي جاي عشان تفرحيني وتسعديني واندحكيني انت اللي جاي اتأخرت علي قوي وحشاني 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 قوي وحشاني ملكيش نصيب في العز يا اعتماد ملكيش نصيب حلوسهم حلوسهم يا جملها في رثمسهم ورق مجرد ورق ورق عليه كتابة وكلام وأختام يعمل في البني آدم دا كله ورق انا هحرقك يا ورق هقطعك يا ورق انا حر اول مرة في حياتي احس ان انا حر غني قوي اقول للاي حد بس بس اقول له مشي يمشي اقول له تعالى يجي يجي بالورق والورق ورقي الورق ورقي دا الورق ورقي وانت يا ورقي يا بتاع الورق على بياعين الورق اه يا جمالك يا فلوسي عروسة عروسة من البنك الاني خيبك يا فلوسي ما تجيبي بوسة بوسة سيمة السلام انا دلوقتي هيتقدملي الف شنب وشنب هقولهم لا انا مش عايزة اتجاوز انا حرة حتى لو اد ممدوح لو نطق باي كلمة مش هتعبار ايه انعبلت يا جمالك الجننتي يا حاببتي هو فيه قدامك غيره طب زي بعد بس العسمة تبقى في ايدي اه لازم العسمة تبقى في ايدي لان انا دلوقتي لايق علي ابقى صاحبة العسمة يا سلام مع الدنيا كورة ارضية مدورة بتلف طول النهار وترجع تبقى بالليل استوعظ استوعظ خوفت محيبة عسل الفلوس دي احنا سرقناها من هنا وبعدين استرقت مننا وبعدين رجعت لنا بواسطة بنت عمنا ده يا مسيحة بنت عمك دي طل على ابوها شم شم ريحة الفلوس عرق جبين يعني فلوس حلال يا سكر ما هدي المشكلة يا عسل لما جات معانا الفلوس الحرام كنا باللعلط في الدنيا ولما جات الفلوس الحلال كتفنا سيحمدي بقولك ايه ايه اصرخ 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 ليه خط اصرخ وتشنج وتنطط وقوله ايه يا بطني طب وبعد ايه ولا بلين هيودوك المستشفى وفي السكة نارا يودين المستشفى وفي السكة انا طب هفرد ما وديوناش المستشفى وجابونا الدكتور هان ايه تعا اتعقدة ليه وفيه دكتور هيجي دلوقتي اوه صحيح طيب ازاي هنازل نمشي في الشارع واحنا مسلسليه بالسلسلة دي كده ازاي معقولة معقولة كتفك وانسعيان لا حمد ابن حلال وهتصعب علينا طب افرد هو هفكني وربط اك انت تبقى تفكين انت لما تهرب اه طب الفلوس لا الفلوس نخبيها في هدومنا نخبيها في هدومنا اه طب لو الدكتور لما هيجي عيكشف هيلقيها في هدومنا واحنا هروح للدكتور خالص احنا هنهرب في السكة اه طب اقولك ما تيجي تعمل انت العيان ما ينفعش انت مش تعرف تتصرف لا انا هعرف ما انت اصلك انت شكلك كهين وتعرف تمثل لو سألونا على مش هياخدوا بالهم في زحمة الوجع والقهات وشوية الاوانطة اللي انا هعملهم هيتوهموا مش هياخدوا بالهم بس 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 مش مهم الصوت دلوقتي المهمة انا عايزك تيجي معايا البلد عشان نخلص شوية حاجات قبل ما احنا نتجاوز ايه لا ده في صوت فعلا حمدي الحسن يكونوا باضربوا بعض يضربوا بعض ايه ده تلاقيهم دلوقتي عمالين يزهروا حبهم لبعض بكتب ما انت عارفها طب عشان خاطر تعال نشوفهم ايه صبانين عليك يا اولي اي اي او يا ناسي الحاوني ازاي بقى دول باردو في النهاية ولاد عامي او خلق قوي او هم ملطنشين كده لي لأ دي حاجة ما تسكتش عليه ي Protein تسلقوني يا ناس فاتحه بيموت مفيش рحمة مفيش شفاة هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا خدونا المستشفى قوام يا حبيبي يا فاتحي ابن عمّة حيموت مشاهين عليّ الحلبي حيتقطع الفلوس اللي حتروح منه ملحقش يتهنّى بالبكوات ولا بالألفات المستشفى ملايكة الرحمة يا ناس حقونة بقولك ايه ايه؟ اتمسّش شوية وانت حتروح مش قادر مش قادر عم حميد حروم عليكم اه 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 تنقح تنقح عليّ بنا كثير الحمد مش مقوم حنصيبه كدة انها غريبه كباجي ما ـ موش النظر وطماثي مستشفى أه سيدة اللي انت عمّنها دي فيك الجدينا والحيينة يا صاحبة الأكل الحنين نعم القلب الحنين الله وقامتني قطل وقامتني مستشفى الشيح الشيح شاي بس أعرم عليك بقولك المصران اللاعور بقى يا عم عنده المصران يا أخوان بين أحبان وزمان خد يا حبيب أشرب الشيح عشان تروي خد واد يا فاتح انت مش قايل انك شاي للمصران ده من زمن؟ اه 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 مش قلت لك عاملين تعياني؟ انت اللي وقعت يا فالح مش جايز ما يكونش عندو المصران جايز يكون عندو في بطنه اللوث اه اه يا باقيد انا كان قلبي حاسس من الصبح انها حركة عايزين انت هربوا لي يا حبادي؟ ليه بس يا صيح اب حميد هنهرب ليه؟ أه، ده حتى القعدة في مستيك وعسل وسكر إيسويت التاكس اتخبط اتخبط إزاي بس يا ابني؟ قابط، وقفل شهرة لي بي أقول علي عربية النقل لراحة خمطاني من وراء الحمد لله اللي انت بخير، بركة اللي جاد لحد كده دي مصيبة مصيبة ليه بس يا ابني كفى الله الشر؟ الخبط حصلت الكرسي اللي أنا قاعد عليه نص العربية اللي وراني بقص، إيش يا زيت قاطم؟ ده زنبابوك ما تسكوت انت الأخرى، أنا ناسك كان لازم ده يحصل، مش مفاجأة بالنسبالي ربنا ما بيتعانيتش أبدا انت عدوتي ليه؟ ما فيش فايدة فيك يا نبيل كنت فاكرة إن حاسة زي دي حتفوقك، لكن خلاص، يا خسارة يظهر إن مخك ضرب، ما بقيتش تفهم فكر شوية كده في اللي حصل، والت تعرف إذا كنت عدوتك ولا بحبك قولي يا ابني بس قولي يا حبيبي، التاكس ده عاوز كم عشان يتصلح ألف جنيه ألف جنيه؟ مش بقولك مصيبة، من القر قر إيه بس يا ابني وإحنا هنقر عليك هي فاهماني كويس، قاعدت تقولي ادي إرادة تاكس لأمك؟ ادي إرادة تاكس لأمك أهو، لبقى فيه إراد ولا فيه تاكس؟ أنت اللي خبطته، مش إحنا هو أنا اللي كنت قلت للعربية، أنها اللي خبطيني من وراء ماناش دعوة، احنا ما كناش معاك وإنت في الشارع بتسوق ما كناش معاك يوم ما سرقت يا نبيل، انت فضلت نفسك عنينا في كل حاجة أنا دلوقتي بدور على حل ما تطلبش مننا أن أنا أشاركك دلوقتي لأن أنت ما عملتناش أي اعتبار أنت فكرت في نفسك وبس يا نبيل خلاص هل مشاكلك بقى بنفسك ماما ملكش دعوة بماما مش هتديك ولا مليم يا نبيل أنت ملكش دعوة بأيا لأيا يا نبيل ومن يوم ورايح أنا اللي هعافلك يا ترجع أخويا زي ما كنت وتشيل الغمامة اللي على عنك دي يا حتلاقيني عدوتك للأبد ما تزوعين يا خلتي أوامي يا خلتي ده حبيبي حياخدني بسلامة يا خلتي تحت خني ايه يا جملاء ايه خلاص ولا لسه خلاص بقولك ايه ايه مش حنعدي عن مقزون بالمرأ تمساربا على ايه ما قلتلك حنتهب بنتجوز ايه ده بقى انت بتشخد فيها من أولها مش حكاك بأشخد يا جملاء بس شغالي موخك شوية مش لما لأي شقة في الأول عشان نعيش فيها طب ما الفيلا بتاعت بنت عمينا واسعي بنقود معا لا 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 انا راجل حر ما حبش اεعود عند حد ابدا ايه يا حبيبي انت بتغير علي لا ما بغيرش عليك المسألة مش غيرة دي رجولة فيلوسي في جيبي اقود علي علي حد ليه طب فهتكتب الشقة باسمي؟ طبعا لا طبعا لا؟ انت بتخوني؟ طبعا بخونك انا اشضر مني مش ممكن تقل باصلك معايا اخسعلك يا دوح انا قلت اصلي معاك قبل كده ده انا الوحيدة اللي فعلت النقل اللي وقفت جنبك ده انا سلفتك خمس تلاف جنيه وبيعتلك سختي وماخدتش منك لابياد ولا سويت مش بتحبيني؟ والحبيب لازم يضحي علشان حبيب يا سلام ده بقى جزاة حب ليك خلاص يا سيدي هتلعليك الله الله ايه هتلعليك دي؟ يا جملات بلاش دلعبا خلينا ننزل نلحق المحلات قبل ما تقفل لا مالش دعوات اللي عليك ستة الاف جنيه الله الله يا جملات انت زعلتي ده انا بحضر معاك لا ما بقى ما حبش الهزار البيخ ده انت اللي تديت وهتلعليك طيب طيب يا جملات حدهم لك حدهم لك دي الوقتي ايه اللي دي الوقتي زال عيال ما معيش بك التلتين مليون جنيه اللي معايا مجمدين ورعه واحدة على بابا ولا على ماما الكلام ده اتلعليك يا جملات عيب ده انا حبقى جوزك هو فيه فرق بين الست وجوزها في الفلوس كل فلوسي وما املك بين ايديكي وتحت رجليكي ده انا اتمنى الرضا يرضى يلا بقى يلا بقى خليك عقلك كده خلينا نجيب لنا هدمتين كويسين بدل الهدوم العرة اللي احنا لابسينها دي طيب ما تشوف اخرتها معاك ايه ما تكلمناش المهم عايزين نتكلم بقى ونتفق على المهر وشبكة وخلافه ايه المهر ايه 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 هتدفعك ها ادفع مع السلامة حبيبي يا ريت كنت جيتي معي لا رح انت شغلك عشان الشغل ما يتعطلش انا عايز اقعد في البيت اشتير شوية حاجات وهضى بالبيت ايه حمدي بجانة عروسة بس على فكر احنا اتفقنا ان احنا عايش هناك في المنصورة مش هناك انا اروح معاك اخر الدنيا يا حمدي ايه المهم ان تبقى جامبي ما قلت ليش هتيجي امتى بالزبط انا بالكتير قوي حاجي بعد بكرة اخصى عليك يا حمدي ايه هاقعد يومين ما شوفكش هعمليه بس ما انتعرفة ان الاشغال هناك كلها متعطل وعشان لما نسافر في رحلة شهر العسل ان شاء الله الشغل كله ما يوقفش بالسلام يا حبيبي الله يسلمك حمدي ها ما قلت ليش هتيجي الساعة كان بالزبط هتلاقيني قدامك الساعة تمانية بالدقيقة الساعة سبع بالدقيقة مزكة حصاب الله على اول الشرع مسبق نيهك هاهاها يعني اجيلك متقيف ومتريح وجاهز على الكوشة هاهاها هاهاها هاها خلي بالك من جوز الغربان دول عشان ما يهربوش اιοعنى انه 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 خليك انتي بقى جدع وفكينا واحنا مش حنحضر فرحكو ولا ايه وما المين اللي حيرمي عليكو الزفت في ليلة الوردة الوردة في ليلة الزفة اه ومينها يغني ويزغلط ويتنطط ويحيي الناس ان ما كناش احنا نقف لك في ليلة فرحك وما المين اللي حيوقف اه دول فرحين في ليلة واحدة حضرتك وحمدي وممضوح وجمالات يا جماعة ليه بتحرجوني معقول ماهو كان قدامك وليه مش كلمتوه احنا مش كلمناه عشان هو مالح انما متعشمين في كندي يا سكر اقولكو على سر بس هو اتقول الحمدي ان انا قلتلك عشان قلي ما تقولش للغربان دول ايه هو نوي فكوكو اول ما يرجع على طول يوه لسه نستنى بقى بعد يومين جرى ايه انت وهو هو انتو اللي عملتوه شوية فضحت الراجل وسرقته باسمه كفاية كنتو عايزين تموتوني انا انا دوحة ده دوحة ببتو معلش سامحين احنا قاسفين بس احنا عارفين ان المسألة كلها في اديكي اه انتو ملجأنا ومسواهنا ومش حتكوني ندمانا هو الحقيق اه الكلام ده لو انا عايزة فكوكو دلوقتي لكن انا عايزة اتفرج عليكو شوية كده ده انتو شامتانا بقى جرى ايه حبيبي نعم اللي عملتوه فيا شوية ازا كان علي انا انا حاسة ان كده قليل عليكو انا عايزة اعلقكو في السقف مرموش عينيكو اخس كده يا بنت العم تطلعي ما عندكيش دم اه بجد اه يا ولاد العم بايا عليكو على فين اه 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 ايه ده معقول انتو نسيتو انتو مش انا عروسة اه لو ازم الفرح هاشتريها وهايشلها روحي ما جايبك انت السابك والله هادت بصابع بينيش لا بلاش اه 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 خلاص اه باعدنا عنهم خلاص اه الاحين يا جملال اه قلبح يوقف قلبح يوقف انتو كده بس يا ربي بتقيده ليه؟ احنا عملناه في دميتنا بس كده يا بنت عمي؟ طيب يا بنت عمي طيب يا بنت عمي طيب انت هتغنيها ها؟ كاكاوة احنا هنقعد كده قوم يلا طب سندينا يا جمالة هسنديك سنديه ليس؟ بوعد بيانه ولا يلا يا فن؟ يا صباح؟ يا صباح؟ يا فن؟ ولا وليس؟ وهم با يا خرابي يا فن؟ فن صباح؟ الصباح خرجت ليه؟ ليه؟ الفلوس تلات مزورة ايه؟ اه؟ يا خرابي اه؟ يا فلوسي؟ مزورة؟ ما يمكن مش كلها اش عرفتنا؟ العشة الجنيدي مش مزورة اش عرفك ان العشة الجنيدي مش مزورة؟ حيب؟ اذا ما كنتش انا عرف مين اللي يعرف اه ممكن فيه حبة مزورين والباقي مش مزورانين اه بقى كده اتفعتوا علي يعني طيب يا جمالات مش هتجوزك اه ودد واي حد عملك حاجة تقول مش هتجوزك وانا عملتلك حاجة؟ عملتلي حاجة؟ مش انت اللي سحبتني من ايدي ورحت عالمحل ادفع يا نندوح البلطة ده جميل قوي ادفع يا نندوح انا عايزة الفستانة ابو قابة ادفع يا نندوح ادفع يا نندوح ادفع يا نندوح ولانك عرفة ان الفلوس مزورة ما جبتش فلوسك معاك مش كده؟ اخسعلك يا ممدوح انا اعمل معاك كده؟ ما هو بيقولك اهو؟ فيه فلوس مزورة وفلوس غير مزورة يعني كلكم اتفقتوا علي بتحقدوا علي عشان انا ورست تلتين مليون جنيه انا ماليش دعوة انا عاية الفلوس قدامكم اهيه افرزوها ورقة ورقة خلوا المزور ليكم والسليم ليا دايماً ظلمني كده يا ممدوح بقى انت هتعمل فيها معروف وتتجوزني اقوم انا احمل معك كده برضو؟ ما شفتيش اللي حصل في المحل كانوا حيمسكوني ودخلوني السجن اللي وده انا جريت زي القرناب يووووووووو protection ما تهضى كده يا عاسل وتخلينا في الغلب اللي احنا فيه واضح اني بنتها عموكو وديتكو زنبة كبيرة يا راحت فن دلوقتي راحت تشتري لوازم الفرح لوازم الفرح?? طفين فلوسة مه اخدتشو حاجة معاك كدا؟ طب يلا بينا تعمل ايه؟ ايه انا انت يا صباح مات يا جمالان؟ كده يا صباح؟ فاتح شوف لينا الفلوس دي يا فاتح شوفها فاتح يلا يا خواجة كمبيوتر سليمة سليمة؟ طب خلي سليمة معاك طب يا صباح حوريك انت وروز اليوم دي قد شوف ديه ايه؟ ايه؟ دي مضروبة اه مضروبة يبقى هي كتمن اتباها بس يبقى انا فهمت هي حطة على كل الرزمة من فوق ورقة سليمة والباقي مضروب ما يسواش قالب توب تبقى مش هترجع بنت عموكو هربت مضروبة اللي عشرة دول بس هم الاسلامي هكذا احنا لنا فيهم الثالث ههه يا سلام يعني جت على دول ايه؟ ايه ده؟ بقت عشرة وربع مساء وبنت عموكو لسه ما جاتش تيجي ليه؟ تيجي ازاي؟ علشان انا اعيش يوم واحد بس سعيد في حياتي مش ممكن انا عارف نفسي كويس انا طولدت في يوم نحس لا انا مش منحوس انت اللي نحسطيني اسكت بقى هو انا نقصاك يا رب يا رب ليه كده؟ ده انا جملاء ده انا غلبانة ده انا ما فرحتش ثلاث ساعات على بعض يا رب يا بنت اللي ايه؟ اللي كانت رسمها بقى دحكة تعالينا كلنا استنوا 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 ايه؟ حمدي عارف ولا مش عارف ايه؟ ايه؟ للمرة الخامسة محدش بيرد ما هو رايح يشوف شغله مش رايح يقعد في البيت انتو متأكدين ان الفلوس دي هي اللي سرقتوها من الخزنة؟ هنتأكد ازاي بس؟ يعني كنا معلمينهم ايه الفلوس كلها شبها بعضا يا سلام انت فاكر ان الفلوس المزورة هي اللي كانت في الخزنة؟ هما ليه؟ لا ده ننة ننة رح تلحانة اه؟ ننة ايه؟ انتو السبب انتو اساس البلاء اللي انا فيها دي كلها انتو ايه اللي خلاكم تسرقوا الخزنة؟ ايه؟ اه ايه ايه؟ ايه انتو سبب المصايب دي الكقابة اللي احنا فيها انتو سببها وبعدين بقى احنا هنفضل نقول ونعيد ونزيد مكفاية حطيتو في قدينا الحديد اه انتو تسيبوا بنت عمينا تهربوا وبعدين تشطروا علينا تقعدوا تشططوا فينا احنا نشطر عليكم جملات تيجي لأخنقهم يا جملات على ايه؟ كده هتريحهم احنا نجيب دبوس ابرح ونفضل نشكشك فيهم لحد الدبوس ما يتني ويموتوا اه ايه؟ اقولك اه؟ فين الكرباط؟ موجود اه لا 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 كرباج؟ كرباج ليه؟ ليه يا بستيش؟ حرام عليك كده يا عسل ما تقولوش يا بستيش احنا عزل ومكتفين من السلاح نزل رجلك هلا اه؟ 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 غل السنين وعمر اللي ضاع والتشرط اللي جاي حخلصهم منكم لا خد فش غلك ما تكتمش حاجة في قلبك يا حبيبي امسك اهلا ممنوح هو يا فوقية ما تجنلنيش مش هو يا نبيل اما شوفه اللي انت عايزه يا ابني يا حبيبي مش بالعافية بقى لو كان ابوك عايش كنت هتقدر تعمل كده عمل اكتر من كده وهو عايش يا اما ما تستفزنيش يا فوقية مش هديك ولا مليه من فلوس دي يا نبيل التاكسي عطلان التاكسي عطلان والله اللي مااخد فلوس اصلاحه طب يا ابني مش بالعافية بالهداوة طب اهو قدينا بنتكلم بالهداوة ولا بالهداوة بقى انت وعفاني كده ليه لحد ما تفوت اصحى انا مش عايل صغير انت اصغر من العايل يا نبيل انت بتدرب اخت افقداني يا نبيل خلاص ملكش كبير مفيش حد قدري وافك عند حدك افقداني 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 ليه ليه يا نبيل انت ابو يا الله يرحمه امره معامله تجي انتو بتدرب لي يا نبيل ليه خلاص ده بدل ما تبقى رجنة ومش هنقدر عليك يا نبيل خلاص لا لا يا نبيل كنت فاكيرني حسكتلك لا يا نبيل مش حسكتلك انا ممكن اديلك كل اللي انت عايزه لكن عايزك تبقى صاح الاول ترجع اخويا زي ما كنت يا نبيل اخويا ابن امي وابويا خلاص يا نبيل انت من بعد عملتك السودة خلاص انت جهت قادر وشراني واناني خلاص يا نبيل خلاص انت عشان عشان مسالات مرة ومحادش وقف قدامك عا تدمدى فيها خلاص يا نبيل يا ابني يا ابني يا حبيبي ايه القلب كيانك كده ده هي تحرق الفلوس اللي حتخسر اخلاق ولادي ده انا كنت مدرب بكم المثل كنت بقول ربنا عوضني عن الفقر بولادي انت عايز الفلوس يا ابني حاضر من عناية الاثنين هيوعي سكتي هيوعي خلاص خدها احرقها ادعاها خدها كلها لا لا مش هياخد الفلوس مش هتاخد ولا مليم لا مش هتاخد ولا مليم يا نبيل انما ترجع اخويا زي ما كنت ادي لك عناية وعمري كله انما لا خلاص يا امه خلاص نبيل شطح وتام ولازم لازم نلاقيه يا امه موسيقى 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 احمي احمي من تطدس موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة زمانهم باتوا خلاص يا سفين اه ياه اخيرا هرتاح لحد بيتابعني ولاحد بيجري ورايا ولاحد بيدور علي لا 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 ما تخوفينيش شخص عليك لا المرة دي لا يمكن ما سبتش ورايا اي اثر اه حمدي صعبان علي والله بس مش مهم ايه لا لا يبت خلاص صف صف اوعى تتأخري علي هاتي الحاجات اللي قتلك عليها اوكي باي باي روح فليسقط قالي انه عليها مش ممكن قولوا انه كنتو كذبين قولوا اي حاجة قولوا انه كنتو بتكذبوا علي وانكم بتكذبوا عليها قولوا انكم لسه طمعانين في فلوسة قولوا اي حاجة بس ما تقولوشنا هربت مني تاني دي هربت مننا كلنا لا لا دي هربت مننا اداتنا فلوس مزورة ايه ايه اعملت دا كله ليه ايه تتحك عليها وتتحك علي مشاعري وقلب ايه دا لو كنتو بتخيل اي حاجة في الدول مكلمتوني في تليفون كنتو بتخيل اللي كنتو لسه بتهرجوا حسيت ان انها حرجع لك المقزول مستنيه هيا ع عروزتي بانته عمي عنها دا مستنياني في كوشة ليه ليه تتحك عليها ليه ايه مين يطولها ولي دلوقتي ايه 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 طب بصينا كده ليه يا سب حميد وحنا منا يا سوال كهر احنا زيك خدنا مقلب واكتر اكيد انتو اللي اتنين متفقين معاه اقطع دراعي اقطع دراع من الاغلوغ يا سفاتحي المكان ده فيلم ورسمينه مع بعض ايه انتو فعلا تعرفه يا فيلم والله العظيم يا سبا حميد ما اعرف حاجة تب استنى 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 اظن احنا سرقنا معاها فعلا اول مرة انما بعد كده ما نعرفش الباقي ايه اه البنت دي خطر قوي دي انا اللي كنت فكر نفس ابو عالى تهتي فيها بقول ايه ايه بقول ايه ايه سرسلة بس يا تتكلموا اه يا هابلغ عنك Raise صنسى انا حورك مندوح كرباجة مندوح كرباج انتو اقرب بلاشي كرباج بلاشي كرباج ابوش ايدك انا ضبت خلاص ندمت على كل ما فعلت الوادي الساوي ده هو السبب هو اللي الخلاني أعمل كل حاجة هو ده ده نصاب وانا ساعدتوا وأنا من هنا ورايا حمش معاك زي الألف وأنا مستعد أقول لك أسامي كل الناس اللي إحنا نصبنا عليهم من الألف للإيه بس أرجوك بل أشيك كرباجة الكرباجة هوا أنا عايزك تفضل تضرب فيهم لحد بقره ولا أقول لك لبعد بقره لا 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 إيه طيب طيب نبيل يا نبيل اضحك علي يا فوية فيه فيه تعال تعال اخد الفلوس يا نبيل صحيح يا فوية ادي لنبيل الفلوس كلها يا ماما ازلي فرقيها على يال في الشارع يلعبوا بيها ويرسبوك من نقل يخدوا يا نبيل اخدوا كله خلاص الفلوس دلعت مزورة كلها وبعدين يا جماعة احنا هنفضل عادين حاطين ايدنا على خدنا كده هنعمل ايه حاسرة اهو ننزل ندور عليها هندور عليها فيه في كل حتة وفي اي حتة في القسام في المستشفيات ان شاء الله حتى نشمشم عليها في الشارع المهم ان احنا لازم نلاقيها ايوه 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 حضرتك الاستاذ حمدي النقلي ايوه افراني ابن صبر النقلي ايوه الحمد لله اني لقيتك عارف لو بكنتش لقيتك كنت هسافر تاني على طول ايوه بس اقدر اعرف في الاول حضرتك تبقي مين تفتكر انا مين اكيد باين قوي انك انتي غريبة مش من اهل البلد لا دي بلدي بس انا عمري ما جيتها الا دلوقتي ها هتفرجني على البلد ايوه برس اعرف الاول حضرتك تبقي مين انا مديحة مديحة مين مديحة لطفي النقلي مديحة لطفي النقلي